يضرب المد الإيراني المنحسر هذه المرة وليس بالجديد يضرب منظومة الكهرباء تلك نقطة الضعف التي تمس أمن الإنسان العراقي خمسة ألاف ميجاواط تعلن وزارة الكهرباء خسارتها ذهبت في رمشة تيار متوتر ما بين الانقطاع والتوصيل الخاسر الأكبر هي محطات وسط وجنوب البلاد وكل هذا بعد أن انحسر إطلاق الغاز الإيراني إلى تلك المحطات 49 مليون متر مكعب يوميا تحولت إلى 8 ملايين متر مكعب فقط الأمر الذي أجبر أحمال المنظومة الوطنية على تحديد إنتاجها نتائج كانت متوقعة لوضع راه يلزم العراق بفعل اعتماده على إيران كمصدر أساس على الرغم من جهود وبرامج حكومية تبحث عن بدائل وهي الضرورية الآن في الوقت الحالي بعد أن نجحت الحكومة في الوصول إلى أفق المنطقة بالدبلوماسية المرجوة بعد أن كانت الأزمات تقف حائلا بينها وبين تحقيق الهدف الأساس بتنويع المصادر والبدائل عن إيران علها تنهي زمن الخسارات التي تتربع الكهرباء على عرشها مهددة حياة المواطن وحياة الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر